السلام عليكم يا طلاب شلونكم شخباركم اليوم احنا ان شاء الله بمحاضرة رقم ستة واللي هي الحلقة الثانية من مسائل شنوة من مسائل المسعر احنا بالحلقة السابقة تعرفنا على الخطوات حل مسائل المسعر اوكي وحلينا مثال وتمرين واليوم ان شاء الله نكمل بمجموعة ومجموعة من الاسئلة طيب يا طلاب سؤال 14 من اسئلة نهاية الفصل اللي هو دا يقول اذا تم حرق عينة كتلتها واحد ونص شنوة واحد ونص غرام من حامض الخليك اللي كتلت المول يتساوي لي 60 غرام علي من 60 غرام على مول وجود كمية كافية من الاكسجين وكان المسعر يحتوي على 750 غرام ومين من المي والحرارة النوعية للمي تساوي لأربعة بوين تثمين جول على الغرام في السليزي فاذا ارتفعت درجة الحرارة للمسعر ومحتوياته من الى من اربعة وعشرين سليزي الى ثمانية وعشرين سليزي حسب لكمية الحرارة التي يمكن ان تنبعث نتيجة احتراق مول واحد من الحامض وفرض ان السعة الحرارية شنوة ان السعة الحرارية للمسعر مهملة يا طلاب اوكي اذا هسا احنا سؤالنا يا طلاب ضمن السياق الطبيعي لاسئلة المسعر قلت لك انا هو باسئلة المسعر تقريبا نموذج واحد من الاسئلة اوكي فهنا لو اجينا كتبنا شنوى لو اجينا كتبنا المعطيات اوكي طيب وانا حقول يابا هنكتب المعطيات بالشكل شنوى بالشكل الاتي اوكي طيب هنا هكتباني على جهة اليمين يا طلاب المعطيات حتى تكون شنو عندك تكون عندك واضحة وهي بالشكل شنوى بالشكل الاتي زينش منطين يا طلاب منطيني معلومات على المادة على المادة المنوع المحترقة اللي هي من و اللي هي حامض الخليك سي اتش ثري سي او او اتش طيب اش منطيني منطيني كتلتة تساوي لشنوة تساوي لواحد ونص شنوة واحد ونص غرام ومنطيني كتلتة المولية تساوي لشنوة تساوي لستين غرام على مول جيد جدا هي بالنسبة للمادة المحترقة بالنسبة المن للمي اللي موجود في الوعاء المحيط بوعاء التفاعل منطين كتلة المي تساوي لشنوى تساوي لسبعمية وخمسين شنوى سبعمية وخمسين غرام طبعا الحرارة النوعية للمي رقم ثابت 4.2 جول عليه من على غرام في شنوى في السليزي ومنطين درجات الحرارة تغيرت من تي انشيل الى شنوى الى فاينال التي انشيل يا طلاب اللي هي 24 شنوى 24 سليزي والفاينال اللي هو يساوي لشنوى يساوي لثمانية وعشرين شنوى فاينال 28 سليزي وطبعا هسا احنا عرفنا ان المطلوب بالسؤال هو حساب شنوى حساب حرارة او انثار بي احتراق شنوى احتراق مول واحد مول واحد من حامض شنوى من حامض الخليك طبعا انا اكتب قدامك يا طلاب المعلومات حتى تكون واضحة انا الجاية سوي زي هسا يا طلاب الفقرة الاولى عدنا بالحل انه احنا هروح اول ما نبدي بالحل يا طلاب اول ما ابدي شنوى اول ما ابدي بالحل ما دام عند المادة المحترقة كتلتها وكتلتها المولية اذا اول ما نبدي نجد عدد نجد عدد مولات المادة شنوى نجد عدد مولات المادة المحترقة هنعرف اش قد عدد مولات المادة اللي احترقت فعلا وين في المساوى طيب عدد المولات مثل ما تعرف كتلة المادة عليمن على كتلتها شنوى المولية كتلة المادة واحد بينت خمسة بالعشرة على كتلتها المولية شنوى ستين يا طلاب وبالتالي هنزل المرتبة صفر جوه وصير عنده خمسطاعش عليمن خمسطاعش على شنوى على ستمية واروح شنوى واروح اقسم كالمعتاد هاي حقسم انا يا طلاب حقسم عنده شنوى حقسم عنده خمسطاعش عليمن على شنوى على ستمية طيب خمسطاعش ما بيها ضفت صفر وهاي صفر ثاني مية وخمسين ما بيها هاي صفر وهاي صفر ثاني الف وخمسمية على ستمية بيها ثمين مين في ستمية الف وشنوى الف وميتين وبالتالي الف وخمسمية تروح الف وميتين يبقى عنده ثلاثمية 300 على 600 ما بيها ضفة صفر 3000 على 600 بيها خمسة لأن خمسة في صفر صفر خمسة في صفر صفر وخمسة في ستة شنوى ثلاثة انتهت عملية القسم إذن بما معنى يا طلاب أنه أنا عند الناتج هو صفر خمسة وعشرين صفر خمسة وعشرين بالألف شنوى صفر خمسة وعشرين بالألف مول إذن لقينا أول مرة عدد مولات المادة المحترقة راح نروح ثانيا الميش عندي يا طلاب عندي كتلته وعندي حرارة نوعية وعندي فرق درجات الحرارة يعني معلومات المي جاهزة إذن راح نروح نجد كمية الحرارة من ويا طلاب نجد كمية الحرارة الممتصة من قبل المي واللي هي بعدين نمطيها إشارة سالبة وشنوى يا طلاب ونحولها إلى كمية الحرارة المنبعث أول مرة ما دام عنده فرق بدرجات الحرارة فدلتا تي تساوي لتي فاينل ناقصا شنوى ناقصا تي انيشيل إذن بما معنى أن دلتا تي يساوي لمنين تحركنا يا طلاب من 24 إلى 28 إذن 28 سيليزي ناقص 24 وعشرين سيليزي يساوي لأربعة شنوى يساوي لأربعة سيليزي أربعة سيليزي هذا من هو هذا دلتا تي هسه شنقول نقول أن كيو تساوي لشنوى تساوي للأس في أم في شنوى في دلتا تي يعني يساوي للأس جد قيمتها يا طلاب هذى عندي أربعة بوينت 2 وكتلة المادة اللي هي سبعمية شنوى سبعمية وخمسين وطبعا بالغرام وانا لدها بالغرام في فرق درجات الحرارة اللي هو شنوى اللي هو أربعة أي بما معنى أنك يتساوي لأربعة بوينت شنوى أربعة بوينت 2 في أربعة في سبعمية وخمسين هذا عنده شنوى هذا عنده ثلاثة ألاف طيب إذن بما معنى أن صفر حيروح ويا من صفر حيروح ويا صفر وبالتالي Q حتساوي لشنوة يا طلاب حضرب عندي 42 هذا عندي 2 شنوة 42 في شنوة 42 في شنوة في 300 إذن أنا نزلت الصفرين بالأخير هذا عندي صفرين خليتهم بالأخير 3 في 8 شنوة 6 و3 في 4 شنوة هذا عندي 12 إذن 12600 شنوة 12600 جول هذا كمية الحرارة الممتصة من قبل من يا طلاب هاي كمية الحرارة الممتصة من قبل شنوة الممتصة من قبل من ومن قبل المي طيب هسا إحنا شنسوا يا طلاب هسا ننطيها إشارة سالبة هاي شنو هسا هاي هاي كمية الحرارة الممتصة إذن بما معنى أن كمية الحرارة المنبعثة المنبعثة تساوي لشنوى تساوي لسارة لب 12600 شنوى سارة لب 12600 جول سارة لب 12600 جول هسا يا طلاب خلنا نخلي في البال نشوف احنا لحد الان نسويناها احنا اللي عرفنا من حساباتنا انه احنا اذا حرقنا كمية من المولات مقدارها 25000 شنوى 25000 مول هتتحرر طاقة او هتنتج طاقة او حرارة من عملية الاحتراق مقدارها 12000 وشنوى ما 12600 اذا هاي الـ 12600 هاي كمية الحرارة الناتجة من احتراق 25000 مول احنا شنريد حرارة احتراق المول الواحد اذا النقطة الثالثة هنجد شنوى هنجد حرارة احتراق مول مول شنوى احتراق مول واحد من مين مول واحد من الحامر هنجد حرارة احتراق مول واحد من مين من الحامر طبعا مين هنجدها هنجدها من عملية النسبة والتناسب ما بين كيو وما بين شنوى وما بين ان واحنا دا نقول بالنسبة والتناسب اذا حرقنا صفر خمسة وعشرين بالالف شنوى خمسة وعشرين بالالف مول راح ينتج طاقة يا طلاب مقدارها شنوى سالب 12000 وشنوى سالب 12600 شنوى جول طيب اذا حرقنا شنوى اذا حرقنا واحد شنوى واحد مول شنوى كمية الحرارة الناتجة من عملية الاحتراق واللي هي نفسها مقدار التغير في الانثاوي فمثل ما اتفقنا وسطين بشنوى وسطين بطرفين اي بما معنى ان كيو المضروبة في شنوى في صفر خمسة وعشرين بالالف يساوي لواحد في سالب 12600 سالب 12000 وشنوى وستمية اي بما معنى ان كيو حتى تساوي لي طلاب سالب 12000 سالب 12600 علي من على صفر خمسة وعشرين بالالف عدنا ثلاث مراتب بالمقام حنتخلص من عدهن اي سالب 12600 وثلاث مراتب اللي بالمقام شيلهن وحولهن ثلاثة صفار المن للبسط وقسم علي من وقسم على خمسة وشنوى وقسم على خمسة وعشرين وبالتالي بالتالي يا طلاب حتكون عندي قيمة شنوى حتكون عندي قيمة كيو شنوى قيمة كيو تساوي لي حقسم هذا عندي كانت عندي 12000 وشنوى وستمية ثلاثة صفار اوكي ومقسمة علي من ومقسمة على شنوى على خمسة وعشرين 126 على خمسة وعشرين بيها خمسة خمسة في خمسة وعشرين مية وخمسة شنوى مية وخمسة وعشرين شبقى قدنا يا طلاب عندي هنا واحد وهي طبعا انتهت نزلنا شنوى نزلنا صفر قسمنا على خمسة وعشرين ما بيها شوف انا نزل الصفر اللي حد هسه يعني سحبت مرتبة قسمت على الخمسة وعشرين ما رغمت لازم اسحب شنوى اسحب صفر ثاني من تسحب مرتبة وما كفت تسحب مرتبة ثانية لازمش يصعد صفر فوق فمية على خمسة وعشرين جلد بيها اربع اربعة في خمسة وعشرين مية وانتهت عمليته القسمة والثلاثة صفار هيصعدا تلقائيا لي فوق فحيصير عندي شنوى الناتج هيصير عندي سالب شنوى سالب خمسمية واربعة شنوى سالب خمسمية واربعة الف جول علي من علمو هاي كمية الحرارة الناتجة من احترار مول واحد بينما هاي كانت كمية الحرارة الناتجة من احترار خمسة وعشرين شنوى خمسة وعشرين بالالف مول طيب يا طلاب هسه هو ما قايل يجدها بالكيلو جول سيلا حد الان سياق طبيعي بالجول لكن احنا اذا ردناها بالكيلو جول طبعا روح نقسم هاي القيمة علي من على الف وتصفى عندي بس سالب خمسمية واربعة وصير بوحدة كيلو جول علي من كيلو جول علمو كيلو جول علمو هسه هذا عدنا كان سؤال شنوى سؤال اربعة عشر طيب يا طلاب نروح على سؤال وزاري نفس السياق اللي هو سؤال الفين واربعة وعشرين تمهيدي اللي يقول اذا تم حرق اربعة غرام يعني من مركب الهيدرازين اللي هو انتو اتش فور كتلك المولية هي ثنين وثلاثين شنو واثنين وثلاثين غرام على مول في مسعر مفتوح يحتوي على الف غرام من المي والحرارة النوعية للمي تساوي لي كالمعتاد اربعة بوين تثنين جول على غرام في السيليزي فان درجة الحرارة ترتفع من اربعة وعشرين وستة بالعشرة الى ثمانية وعشرين وستة بالعشرة ماشي يعني من درجة حرارة تدرائية الى درجة حرارة نهائية احسب الحرارة المتحررة نتيجة الاحترار والامثال بالاحترار مول واحد من الهيدرازين وارتب وحدة الكيلو جول عليمن على مول اذا ما غير نفتش يا طلاب ده تشوف انه نفس السياق نفس شنو نفس الترتيب اول مرة ده سولف معلوماتي عليمن على المادة شنو على المادة المحترق شندي عندي كتلتها تساوي لي شنو تساوي لي اربعة شنو اربعة غرام عندي كتلتها المولية تساوي لي اثنين وثلاثين غرام علي من غرام على مول اوكي عندي بالنسبة للمي معلوماتي عندي كتلتها تساوي لي شنو تساوي لي ألف شنون ألف غرام وعند الحرارة النوعية للمي اربعة بوين تثنين جول على الغرام في شنو سليزي ودرجات الحرارة تغيرت من انيشيال الى فاينل من اربعة وعشرين ستة بالعشرة الى ثمانية وعشرين بوين ستة بالعشرة سليزي سليزي طيب والمطلوب المطلوب هو حساب شنو حساب حرارة احترار حساب حرارة احترار مول واحد من المركب اللي هو شنو الهيدرازين وريد هتحسب ليها بوحدة الكيلوجول علي من على مول وحدة الكيلوجول علي من على مول إذن كالسياق شنوى كالسياق الطبيعي يا طلاب أوكي هسا النقطة الأولى حنجد شنوى حنجد عدد شنوى راح نجد عدد مولات المادة شنوى عدد مولات المادة شنوى المحترقة أوكي من خلال القانون اللي هو عدد المولات يساوي لشنوى يساوي لكتلة مو كتلة المادة عليمن على كتلتها شنوى على كتلتها المولية طيب كتلة المادة يا طلاب هي اللي عندي شنو تساويلي تساويلي أربعة هذا عندي أربعة علي من على الكتلة المولية اللي هي شنوة اللي هي ثمين وثلاثين أوكي وأروح أقسم شنوة أروح أقسم عندنا شنوة عندنا الأربعة أروح أقسم عندي شنوة عنده أربعة تقسيم شنوة أربعة تقسيم ثمين شنوة تقسيم ثمين وثلاثين أربعة تقسيم ثمين وثلاثين هذا عنده صفر ظفت صعدة فارزة 40 على 32 واحد واحد في 32 و 32 باقي عنده شنوة 8 طيب الثمانية ظفت شنوة صفر 80 على 32 بيها 2 2 في 32 بيها شنوة بيها 4 وشنوة 64 80 تروح 64 بيها عنده شنوة بيها 16 أوكي وظفنا شنوة صفر و160 على من على 32 بيها 5 يعني 5 في 2 هذا عنده 10 5 في 3 15 1 16 صفر 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 انتهت عملية القسمة يعني الناتج عنده صفر 125 بالألف شنوة صفر 125 بالألف شنوة 125 بالألف مول طيب النقطة الثانية طلاب كلماتات راح نجد شنوة راح نجد 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 الحرارة شنوة نجد الحرارة الشنوة الممتصة من الممتصة من قبل من ومن قبل الماء ونحولها إلى شنوة ونحولها إلى شنوة إلى منبعثة طيب أول ما أجيب دلتاتي لأنه عنده فرق درجات الحرارة final ناقصا شنوة ناقصا initial طيب final 28 point 6 حنقص من عدها 24 point 6 طبعا يبقى بس أربعة شنوة يبقى بس أربعة السليسي إذن بما معنى أن Q تساوي لشنوة تساوي لأس في شنوة في أم في دلتا شنوة في دلتا تي طيب الأس أربعة بينت 200 طلاب وعند الأم اللي هي كتلة الميت تساوي لألف وبوحدة الغرام والدلتا تي في شنوة الدلتا تي في أربعة أي بما معنى أن يساوي لهاشي للصفر ويام ويالمرتب يا طلاب وهنا صار عند شنوة عند 2 وشنوة 42 في أربعة في 100 هذا عندي شنوة هذا عندي أربعمية أوكي خليت شنوة خليت الصفرين بالأخير وأربعة في 2 عند 8 وأربعة في 4 شنوة 16 إذن 16800 جول تمثل لكمية الحرارة الممتصة من قبل الميت وحولها إلى شنوة إلى منبعثة ويصير عندك يو تساوي لسالب 16800 شنوة سالب 16800 جول هاي هي كمية الحرارة شنوة الممتصة من عملية الاحتراق إذن لحد الآن يا طلاب شا يقول جا يقول أنه إذا حرقنا جا يقول إذا حرقنا صفر 15 أو صفر 125 بالألف مول من الهيدرازين هنحصل على حرارة مقدارها سالب 16000 وشنوة وثمانمية هنريد حرارة احتراق المول الواحد إذا النقطة ثلاثة راح نجد شنوة راح نجد حرارة احتراق راح نجد حرارة احتراق مول شنوة مول واحد مين مول واحد من الهيدرازين راح نجد حرارة احتراق مول واحد مين مول واحد من الهيدرازيم طبعا حروح بالنسبة شنوى حروح بالنسبة والتناسب بين من وبين من يا طلاب هاي ما بين شنوى ما بين كيو وما بين شنوى وما بين ان احنا يا طلاب اذا حرقنا شنوى اذا حرقنا صفر 125 بالالف مول حتتحرر طاقة مقدارها شنوى مقدارها سالب 16 الف وثمانمية شنوى وثمانمية جول طيب اذا حرقنا واحد شنوى واحد مول جغت كمية الحرارة الناتجة من عملية الاحتراق اللي هي نفسها التغير في شنوى التغير في الانثال بي نفسها التغير في الانثال بي إذن بما معنى وسطين بشنوى وسطين بطرفين يا طلاب الكيو اللي مضروضة بيها طبعا 125 بالألف حتنزل وين حتنزل بالمقام أوكي وواحد في سالب 16 ألف شنوى سالب 16 ألف وثمانمية طبعا أنا حشيل ثلاث مراتب بالمقام وحولهم ثلاث أصفار إلما للبسط وبالتالي حتكون عندي شنوى حتكون عندي كيو اللي هي سالب 16 وثمانمية هذا عندي شنوى عنده ثلاث أصفار مقسمة علي من على 25 كيو حتتساوي إذن راح أروح أقسم يا طلاب طيب راح يصير عندنا الناتجة طلاب بعد التقسيم كيو تساوي لي سالب 134 سالب 134 أو سالب المفروض هنا عندنا بعد هنا عندي أربعة طلاب أوكي هذا عندي شنوى عندي يعني هيكون عندنا الناتج الناتج سالب تساوي لي بعد التقسيم 134 34 1300 بوحدة جول علي من بوحدة جول على مول سالب 134 1400 بوحدة جول علي من على مول حتى نحولها إلى وحدة شنوى حتى نحولها إلى وحدة الكيلو جول يعني تحول الى شنوى تحول الى وحدة شنوى الى وحدة كيلو شنوى كيلو جول هيصير عندك يو تساوي لشنوى تساوي لسالب سالب 134 ألف وشنوى وربعمية هقسم عليه من هقسم على ألف شنوى صفرين ويا صفرين صعدة فوق فارزة هيصير عنده سالب 134.4 بالعشرة بوحدة الكيلو جول عليه من بوحدة الكيلو جول على مول هاي هي كمية الحرارة الناتجة من احتراق شنوى الناتجة من احتراق مول واحد اذا هسا احنا مشينا بمجموعة من الاسئلة يا طلاب والامثلة والتمارين وهذا عندك سؤال وزارة وحتى البقية عندنا سؤالين وزاريات يا طلاب نفس النسق نفس الترتيب نفس الشغل لكن خلنا نحاول ناخذ سؤالين اسئلة خارجية ونشوف شن الفرق بينه وبين السؤال شنوى بين السؤال العادي طيب يا طلاب خلنا ناخذ سؤال خارجي بفكرة اوكي نقول بالسؤال يا طلاب تم شنوى سؤال هذا عندنا خارجي اوكي نقول تم شنوى تم حرق عينة من عنصر لافل الزي كتلت ثمانية شنوى يا طلاب كتلت ثمانية غرام هذا العنصر وين حرقنا في مسعر حراري احتو اثنين كيلو غرام من المي الحرارة النوعية للمي رقم ثابت اربعة بوينت اثنين جول على الغرام في السيليزي وكان الارتفاع في درجة الحرارة انها قلت كان الارتفاع يعني اني نطيتك دلتاتي مباشرة مانيا بوينت خمسة بالعشرة سيليزي شوف هس المطلب وين احنا متعاودين بالدرج دائما ينطيني كتلة المادة المحترقة وكتلتها المولية لا السبطاني كتلتها وهوش يريد يريد الكتلة المولية لهذا العنصر اوكي اذا علمت انه هو دائما شان انت ليش يطلب بالاسئلة هو يقول احسب لي حرارة احتراق المول واحد لا هس اذا علمت ان الحرارة التي يبعثها احتراق المول واحد منه يعني من العنصر هي ميتين وخمسة وثمانين الف وستمية شنو ميتين وخمسة وثمانين الف وستمية شنو وستمية جول ميتين وخمسة وثمانين الف وستمية جول شوف يا طلاب هو هس احنا بالدرج كانت شنو خطواتنا كانت خطواتنا هي بالشكل التالي أول ما نروح نحسب عدد مولات المادة المحترقة ونعرف أنه من حرقنا هلقد مول من المادة جد كمية الحرارة المنبعثة ونروح بعدها نحسب حرارة احتراق المول الواحد لا هل صارت عندنا الشكل التالي بس خلي أكتب لك أول مرة حتى تعرف شوفوا احنا غير المفروض نبدأ بعدد المولات المحترقة هاي عدد المولات الشنوة المحترقة والمفروض هي تساوي لي كتلة المادة علي من على كتلة المولية طيب عدد المولات عدد المولات المحترقة يساوي لي شنوة يساوي لي كتلة المادة كتلة المادة طيب اش قد عندي كتلة المادة ثمانية ها هسه أنا ش أريد أنا أريد الكتلة شنوة المولية إذن هسه المجهول هو ضمن خطوة المولات أو ضمن عدد شنوى ضمن عدد المولات إذن أنت حتى تحسب كتلة المولية للمادة لازم أنتش تعرف هسه أنا لازم أعرف عدد مولات المادة شنوى عدد مولات المادة المحترخة أو بالتالي إذن مركز الحليم حساب عدد المولات بالنسبة للمادة المحترخة طيب معلومات المية عندك أي معلومات المية عندي هسه شوف شوي ما لك راي هنا هقسم لك الورق بالشكل شنو بالشكل الشنو بالشكل التالي أطلاب حتى تفهم أنا جاي أسولف علي من بالتحديد ها طيب أنت من نجي إلى أنا شا عندي أنا عندي خطوات حل المسعر هي ثلاث فقرات حساب المولات وحساب كمية الحرارة الناتجة من عملية الاحتراق وعملية النسبة والتناسب بين كيو والعين حتى نجيب مولات احتراق أو احتراق مول واحد من المد زين هسه إذن المجهول عنده وين فقرات عدد مولات الماد المحترخ زين الموية طلاب نعرف أنه كمية الحرارة الممتصة من قبل الموية غير المفروض هي S في شنو S في M في شنو S في M في دلتا تي طيب إذن إحنا حرقنا حرقنا عدد محدد من المولات ما نعرفه بالمسعر صح لو لا طيب دي خلي نعرف جد كمية هسه المولات مجهولة اللي حرقناهم بالمسعر دي خلي نعرف جد كمية الحرارة المنبعثة من احتراق هاي المولات المجهولة طيب مين راح اجيبها خلي احسب كمية الحرارة الممتصة من قبل المي واللي هي تساوي ل S في M في دلتا تي ال S هذا عندي أربع بوينت ثنين وكتلة المي اللي هي ثنين شنوة ثنين كيلوغرام آه ثنين كيلوغرام ثنين كيلوغرام شان تتخليها بالكيلوغرام لا يا أما خطوة متقدمة أو هي بمكانها حتى تتحول من كيلوغرام إلى غرام لازم الاثنين أضربها بيش لازم الاثنين أضربها في شنوة في ألف حتى تتحول من كيلوغرام إلى شنوة إلى غرام ومن ثم في دلتا تي دلتا تي هو منطين يا مقدار مباشر ومقدار ثمانية بوينت شنوة ثمانية بوينت خمسة بالعشرة هي بما معنى أن Q تساوي لأربعة بوينت اثنين في شنوة في الفين في شنوة في ثمانية بوينت شنوة في ثمانية بوينت خمسة بالعشرة إذن بما معنى أن serie تساوي الاشي للصفر ويا من ويا بوينت والصفر الثاني ويا بوينت وصفت عند أثنين وأربعين يا طلاب فيه شنوة في عشرين فيه شنوة في خمسة شنوة في خمسة واثمانين هروح أجيب لك شنوة هروح أجيب لك الناتج اللي هو حاصlords sareلبها إذن يا طلاب حاصر ضرب الاثنين واربعين في عشرين في خمسة واثمانين هو واحد وسبعين الف وربعمية جول زين انا حمطيها اشارة شنوى سالبة وتتحول الى سالب واحد وسبعين الف وربعمية شنوى واحد وسبعين الف وربعمية جول اسنتبه علي يا طلاب هاي كمية الحرارة الناتجة من احتراق شكم من مولات مجهولة ساد احنا بدينا حرقنا مولات مجهولة بالمسعر ما نعرف هاش قد حرقنا هالقدمول نطانم مقدار محدد من الطاقة مقدارة واحد وسبعين الف وربعمية جول طيب شلون احسب هاي المولات او شلون اعرف المولات اللي احترقت فعلا وين بالمسعر هاي المحترقة المحترقة وين عدد المولات المحترقة فعلا وين في المسعر لو حسابتها نحلت سالفتي واضح عليه اذا انا من راح اروح راح اروح للنسبة والتناسب ليش لان الحرارة اللي يبعثها احتراق المول الواحد هو مطين ياها 285 1600 فشلو نعرف عدد المولات المجهولة اذا من النسبة شنو من النسبة من النسبة والتناسب من النسبة والتناسب نجد عدد مولات المادة شنو نجد عدد مولات المادة الشنو المادة المحترقة شلون بالله هاي كيو يا طلاب وهذا عندي شنو وهذا عندي ان تمام لو متمام طيب انت حاليا مطين معلومة حرارة احتراق المول الواحد اي بما معنى اذا حرقنا واحد مول من العنصر يمطيني سالب تشوف انت حرارة احتراق اللي ابعثت وتريدنا نمطيك اشارة سالبة انت تعرف انها يعملية احتراقية بالاشارة شلو السالبة اذا حرق المول الواحد حرق المول الواحد من العنصر يمطيني سالب ميتين وخمسة وثمانين الف وستمية شنو وستمية جول طيب احنا ريد نعرف المولات المجهولة طيب كمول كمول حرقنا من العنصر ويمطيني سالب واحد وسبعين الف وشنو واحد وسبعين الف واربعمية جول تهمت شنو الشغلة طيب دعيد عليك ابوها احنا احنا المجهول عندنا وين كان كان بخطوة عدد المولات يعني عندك كتلة ويريد كتلة مولية طيب انت ما تقدر تحسب الكتلة المولية اذا ما عرفت عدد مولات المادة المحترخة طيب اول مرة اشعرفنا احنا حرقنا مولات مجهولة وعرفنا كمية الحرارة الممتصة واللي حولناها الى منبعثة فعرفنا انه حرقنا مولات مجهولة من العنصر كانت كمية الحرارة الناتجة من الاحتراق سالب 71400 شلونا عرف هاي المولات المجهولة حستفات انت قايل لحرارة احتراق المول الواحد فاقول اذا حرقنا المول الواحد انت قايل بسالب 285600 زين كم مول نحرق وينطيني سالب 71400 وسطين وبطرفين ان المحترقة هاي عدد المولات المحترقة ان المحترقة المضروب بيها يا طلاب وين ينزل ينزل بالمقام هاي سالب 285600 وهنا عنده بالبسط واحد في هاي القيمة سالب 71000 وشنوى 71400 طيب سالب راح ويامن ويا سالب صفرين راحة ويامن ويا صفرين وحقسم يا طلاب 714 المتبقية على 2856 2856 هاي تعال خل نقسم اللي هي 72714 علي من على 2856 اوكي طيب ما بيها ضفت شنوى ضفت صفر وصعدت 7140 على 2856 تقريبا 2 200 في 6 عندي شنوى عندي 12 12 2 في 5 10 1 هذا عندي 11 2 في 8 16 1 هذا عندي 17 2 في 2 4 1 2 1 5 طيب اطلحت من الاقل من العدد مضبوط ما عندي مشكلة هاي عندي 3 هاي عندي 10 تروح 2 هاي عندي 8 3 يروح 1 هاي عندي 2 وهنا ش راح اصير عندي راح اصير عندي 6 وهنا عنده 11 11 تروح 7 بيها شنوى بيها 4 و 6 يروح 5 جد بيها بيها واحد جيد جدا 1428 ما تتقسم على 2856 اج ضفت ضفت صفر و 141180 علي من على 2856 تقريبا بيها خنشوف 5 5 في 6 صفر 30 5 في 5 25 و 3 هاي 8 و 20 5 في 8 42 هاي 2 و 40 5 في 2 10 و 4 هاي 14 و انتهت عملية القسمة اذا الناتج جد بيها طلاب الناتج ان يساوي لي الناتج ان يساوي لي 25% 25% مول اذا عرفنا عدد مولات المادة المحترقة يلا دروح احوفها و انتهى حل السؤال عرفت على شوف شلون مين بذيناك هسا شوف انت كانت تسلسلك بالاسئلة تجد عدد المولات والدور كمية الحرارة الممتصة وتطيها اشارة سالبة وتتحول الى منبأثة و انت تروح تحسب ان حرارة احتراق المول واحد لا عينان هسا انا اطيتك حرارة احتراق المول الواحد وين خليت لك المجهول في فقرة المولات اذا لقينا عدد مولات المادة المحترقة 25% يساوي لكتلة المادة 8 كتلة المادة 8 علي من على الكتلة المولية وساطين بطرفين اذا الكتلة المولية المضرب المضرب بها هينزل بالمقام 25% وهذا عنده شنوة 8 وخط المرتبتين صفرين فوق و800 على 25 بها 32 غرام علي من علموا لتمثل الكتلة المولية المن؟ الكتلة المولية للعنصر لا فلسي الكتلة المولية المن للعنصر لا فلسي ان شاء الله واضح السؤال خل اروح اشوفك بعد السؤال خارج ونختب به محاضرتنا طيب هسا عندنا سؤال خارج ايضا يا طلاب اللي هو جاي يقول اذا علمت ان حرارة احتراق مول واحد من الايثانول اللي كتلت المولية الايثانول كتلت المولية 46 غرام على مول حرارة احتراق المولي الواحد 1376 كيلو جول هاي حرارة احتراق المولي الواحد اوكي فما مقدار الارتفاع في درجة حرارة واحد كيلو غرام من المي الحرارة النوعية اربعة بوين تثنين جول على غرام في السليزي للمي موضوع في مسعر تم في حرق ثنين وتسعين بالمية غرام شنوه تم حرق ثنين وتسعين بالمية غرام منه يعني من الايثا نول من الايثا نول زين جاي جد زين يا طلاب وين صار هسه وين صار المجهول بيا فقرة المجهول يريد من عندي مقدار الارتفاع في درجة حرارة المي يعني يريد دلتا شنوه يريد دلتا تي يريد دلتا تي زين نقطة نقطة رقم واحد الآن المادة المحترقة غير عند الايثانول ايش عندي عندي كتلة المادة المحترقة او كتلتها المولية حاجة جدا ما عندي مشكلة لان اول فقرة راح نجد عدد مولات المادة المحترقة تمام لهم تمام عن طريق القانون ان كتلتها تسوي عدد مولات الكتلة علي من على الكتلة المولية كتلة المادة المحترقة صفر اثنين وتسعين بالمية علي من على ستة واربعين طيب الثنين وتسعين يا طلاب علي ستة واربعين بيه شنوه بيه عند اثنين وعند مرتبتين يعني صفر اثنين شنوه يعني صفر اثنين بالمية شنوه صفر اثنين بالمية مول اذا اول ما حسبنا عدد مولات المادة شنوه عدد مولات المادة المحترقة اوكي اه طيب احنا هنا يا طلاب لما حسبنا عدد مولات شنوه عدد مولات المادة شنوه المادة المحترقة واحنا المفروض مين الروح نحسب شنوه مين الروح نحسب مقدار الارتفاع مو؟ طيب الآن لما المجهول عندي هو المفروض انه كمية الحرارة غير انت المفروض من تعرف عدد مولات المادة المحترقة هل تعرفش قد كمية الحرارة الممتصة من قبل المي؟ المفروض انه شغلنا بالدارج انه هنا كتلة شنوه انه هنا كتلة المي ححول لك ياهو هي هنا انه ما تفيدني واحد كيلوغرام فضربناها في شنوه في الف وحولناها الى وحدة الغرام فصارت الف شنوه الف غرام من المي طيب يا طلاب انا حتى احسب مقدار الارتفاع في درجة حرارة المي غير المفروض انك يو تساوي لأس في ام في دلتا شنوه في دلتا تي صح؟ انت حتى تحسب مقدار الارتفاع ايش لازم عندك لازم عندك كتلة المي عند استاد الف لازم عندك الحرارة النوعية للمي عند استاد اربعة بوين تثنين زين عندك انت عندك كمية الحرارة الممتصة؟ لا القانون يصير بي مجهولين؟ لا ما ترهم اذا لازم شا اعرف لازم اعرف كمية الحرارة الممتصة من قبل المي يلا اقدر اجيب لك مقدار الارتفاع مين هروح نستفاد؟ هروح نستفاد من خطوة النسبة والتناسب بين كيو وبين من وبين ان اوكي؟ انت شجا يتقول انت شجا يتقولها انت شجا يتقول ان الحرارة الناتجة من حرق المول 1376 اذا يا طلاب شوف هاي كمية الحرارة الممتصة هي نفسها كمية الحرارة الناتجة من عملية الاحتراق مال كم مول؟ مال 2% مول فاذا احنا نقول اذا حرقنا 2% 2% مول من المادة انتج الطاقة بمقدارها كيو مجهولة احنا اللي حرقناها ما نعرف اجهة كمية الحرارة لان هاي الممتصة هي نفس الناتجة من عملية الاحتراق وانت تقول انه اذا حرقنا واحد مول ينطين سالب 1376 كيلو جول ستشطيتها اشارة سالبة عملية احتراق وكل احتراق يعني هاي كمية الحرارة المنبعثة من عملية شنوة المنبعثة من عملية الاحتراق طيب اذا وسطين بطرفين كمية الحرارة المنبعثة من احتراق 2% واللي انا جاي ادور عليها كيو هتكون عنده شنوة يعني مضروبة في شنوة مضروبة في واحد يساوي لشنوة يساوي لأوبوين 2% مضروبة في شنوة اوبوين 2% مضروبة في سالب 1300 وستة شنوة و376 اذا كيو تساوي لأطلاب هذا عندي شنوة عندي مرتبتين حروح اضرب هنا عندي شنوة هنا عندي الاثنين هذا عندي هضرب هنا عندي 1300 وشنوة وستة وسبعين هذا عندي شنوة هذا عندي شنوة هذا عندي اثم عشر واثنين في سبعة أربعة اطاعش وواحد هذا عندي خمسة واحد 2 فيه تھلافة 6 و 1 هذا عندي 7 و 2 فيه تمين هذا عندي 2 فيه 1 هذا عند شنوى هذا عند 2 صح؟ إذا أنا عندي مرتبتين حيصر عند 27 و 27 27 52 صارت بيا وحدة بويحدة الكيلو جولي ووبيع اشارة بوحدة الاشارة السالبة حس بس انتبه عليها أبوي هذه كيو اللي طلعناها هذا شنو معناها هاي كمية هاي اللي طلعناها هاي كمية اول مرة اوقف لي خلي حول لك ياها الى شنوى الى وحدة الجول سالب 27.52% حضربها في شنوى حضربها في الف حتى تتحول الى كيوتو ساوي لسالب شن مرتبتين بصفرين يصير 275 وهذا عنده شنوى صفرين شن صفرين وين مرتبتين والباقي في عشرة هاي جول يا طلاب باوا عليها هاي كمية الحرارة الناتجة من احتراق الناتجة من احتراق الاثنين بالمية شنوى الاثنين بالمية مول الاثنين بالمية شنوى الاثنين بالمية مول هاي كمية الحرارة الناتجة من احتراق الاثنين بالمية مول اللي هي بس باوا عليها هي نفسها تساوي كمية الحرارة الشنوى كمية الحرارة الممتصة لانانتش انت ابحث عن من عن كيو فاستفاديت بما ان حرق المولي الواحد يمطيني سالب 1376 زين اذا حرقنا 2 بالمية بالاصل شقد كمية الحرارة الناتجة من عملية الاحتراق شقد طلعت كيو سالب 27 وينت 52 بالمية كيلو جول رجعتها الى جول لانان هناك يولي استخدمها بها وحدة بوحدة الجول صارت سالب 27520 جول اوكي استاذ راح اخذ هاي واعوضها هنا بس دير بالك على اخطر معلومة انت اللي لقيتها كمية الحرارة المنبعثة هي نفسها الممتصة لكن عجبها نفس الاشارة لا لا لازم ارجحها من سالب الى شنو الى موجب فصير موجب 27500 وخمسمية وعشرين يساوي لس 4 بوينت 2 بالعشر في الف في شنوة في دلتا شنوة في الف في دلتاتي اذا بما معنى ان دلتا شنوة ان دلتاتي تساوي لسبعة وعشرين عرفت ليش رجعتها بالاشارة الموجبة وانها سحرجحها من منبعثة الى شنوة الى ممتصة فسبعة وعشرين الف وخمسمية شنوة وخمسمية وعشرين على شيل صفر ويا صفر واربعة في مية هذا عندي اربعة تالاف شنوة اربعة تالاف وشنوة اربعة تالاف وممتين وحروح اقسم يا طلاب حروح اقسم السبعة وعشرين الف وشنوة سبعة وعشرين الف وشنوة وخمسمية حقسمها علي من على اربعة تالاف وشنوة على اربعة تالاف وممتين بعد مو يحتاج استهلك وقت بالتقسيم هيكون عندي يا طلاب الناتج بعد التقسيم هو ستة بين خمسة وخمسين بالمية سيليزي وذا تريد تخليها تريد تقربها راح تكمع عندنا اي مشكلة هذا مقدار الارتفاع في شنوة في درجة شنوة في درجة الحرارة اذا يا طلاب شوف دائما بالاسئلة الخارجية دائما حيطيك حرارة احتراق المول الواحد حتستفاد من عدها بالنسبة والتناسب يا اما لاجاد عدد المولات المحترقة او لاجاد كمية الحرارة الناتجة من احتراق اوكي مثل ما اخذنا هسه مثالي المتناقضات اذا مرة يا طلاب مرة اخلي لك المجهول وين فقرة كمية الحرارة المنتصة مرة اخلي لك المجهول بعدد مولات المادة المحترقة او اذا انا وفرت لك عدد مولات وكيو هاقل لك اروح جيب لدرجة او احسب لي حرارة احتراق المول شنوة حرارة احتراق المول الواحد اذا اللي اتمنى استفادية من هاي الاسئلة يا طلاب واستفادية من الاسئلة الخارجية وهنا نعدي هنا انتهى موضوعنا للحسابات الخاصة بمساء المسعر وان شاء الله هنروح الى موضوع اخر بالفصل